بيان صدر من مجلس الامن الاربع عشر نوفمبر بيقول هناك ارادة متعمدة في القضاء على الطائفة المسيحية في العراق من جانب المتطرفين مجلس الامن بيقول ان في ارادة في تخطيط للقضاء على الطائفة المسيحية في العراق هل تتفق مع جاء في بيان مجلس الامن؟ نعم انا اتفق وان الذين بدأوا بمطاردة المسيحيين في العراق هم اولا بدأوا انصار جيش المهدي الايراني التسليح والايراني التمويل منذ اول سقوط صدام بدأوا بمطاردة المسيحيين وتقتيلهم في بغداد وفي البصرة وبعد ذلك لحقتهم القاعدة عندما استطاعت ان تكون لها مواقع نفوذ في العراق وقد ثبتت انا في رأيي الشخصي ومع الوقائع ان ايران نفسها تستخدم القاعدة احيانا في العراق وقد استخدمتها لعمليات ومن ذلك ضد المسيحيين وضد الاقليات الدينية الاخرى فهناك ارادة ولولا هذه الارادة لما تخاذلت الحكومات المتعاقبة على اتخاذ الاساليب والاجراءات والتدابير المجدية ايه مسئولية الحكومة العراقية احنا دلوقتي قدام حالة ابادة لشعب لاقلية عريقة ايه مسئولية الحكومة العراقية انا رأيي سلبي جدا في الحكومة العراقية وهذا ما اكتبه انها اعتبر انها حكومة محاصص طائفية وانها لم تتخذ اي اجراء حقيقي جاد لحماية المسيحيين وبقية الاقليات الدينية فانها لتهاونها ولعدم اتخاذها الاجراءات هي تتحمل مسئولية خاصة في هذا المجد ازاي نحرك المجتمع الدولي يا سيد عزيز ازاي نحرك المجتمع الدولي عشان المجتمع الاممي يباشر مسئولياته تجاه هذا الشعب انا اقول ان جزءا من المسئولية ايضا يعتمد على المجتمع الدولي الذي لم يتحرك حتى الان برغم مناشدات الاساقفة والمطارنة وفريق من المثقفين الاراقيين انفسهم انا شخصيا كتبت سلسلة مقالات منذ 2003 بعض عنوينها حرب تطهير العراق من المسيحيين عنوان اخر عارض طهاد المسيحيين في العراق وهناك كتاب عراقيون اخرون كتبوا من الكتاب العلمانين والشجعان وهذه الوقائع معروفة للمجتمع الدولي المجتمع الدولي لحد الان هو ايضا كان مقصرا في حماية المسيحيين وفي الضغط سواء لاسباب سياسية ازاي نحركه يا استاذ عزيز الناس الموجودة في الخارج ازاي تحرك المجتمع الدولي مجتمع الدولي يتحرك اولا يجب ان يتحرك العراقيون الديمقراطيون بمسلميهم ومسيحيهم ومختلف الفئات من الاراقيين الديمقراطيين والالمانيين يجب ان يقوموا بالتظاهرات وان ينشروا في الصحافة وان يوضحوا اكثر فاكثر انا مقالي الذي نشر في الاف اخر شيء ترجمته المجلة الفرنسية المعروفة كوريا انتنسونال كمقالة ممتازة الحياة كات مقالة ممتازة الحياة واصدرته في عددها اليوبيلي بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلة كما نشرت الى جانبها نصا عن الاقباط في مصر وعن المسيحيين في دول عربية اخرى فهذا اعتقد الواجب الاول والرئيسي يعتمد علينا نحن على المثقفين وعلى بعض رجال الدين اذا كان هناك من المتفتحين انه نعمل على توعية الرأي العام العالمي ونشرح ونسرد الوقائع باستمرار واعتقد انهم سيقومون بما لا يلسم هناك من يقول ان العراق تحولت من جمهورية الخوف انت تعلم طبعا كتاب عدنان كنعان مكية جمهورية الخوف على زمن صدام هناك من يقول ان العراق تحول من جمهورية الخوف الى جمهورية الموت ومن ديكتاتورية البعث الى ديكتاتورية العمائم ما رأيك في هذا على نفس الرأي اكتب عمائم سواء عمائم على الرأس او عمائم فكرية انا اعتقد ان الذي يتحكم في العراق هي ايران وان القاعدة ما كان يمكن لها ان تنفذ لو لا تواطو اجهزة حكومية والايران متغلغلة في كل مفاصل الاجهزة العراقية من فوق الى تحت فهذه هي الحقيقة الواقعة امريكا الان بدأت بالانسحاب حتى سياسي برغم بعض التصريحات اما الحاكم الفعلي فهي السفير الايراني واللواء سليماني قائد فيلق القدس وحتى الزرقاوي الذي كان متطرف ويقتل العراقين كان يذهب الى ايران ويرجع بكل حرية وابناء نعم نعم باختصار انا مش عاوز اطول عليك انا عارف ظروفك الصحية ايه هو ما هو باختصار مستقبل المسيحيين في العراق مستقبل المسيحيين في العراق مرتبط اعتقد بمستقبل العملية السياسية في العراق الذي هي انا في رأيي مستقبل مجهول يعني مستقبل الشعب العراقي كل انا اعتقد انه مستقبل مجهول وملئ بالالغام انا شخصيا غير متفائل وربما الاجيال التي تأتي بعدي هي التي سترى بصيصا من النور وعودة لعراق متسامح ومجتمع متآخ المسيحيين في العراق لو استنوا لحد ما يستقر النظام هيكون انتهم مش لازم فيه اجراءات خاصة لحماية هذه الاقلية الضعيفة ولكن من يقوم بذلك المفروض الحكومة اذا كانت الحكومة متراخية متراخية ولا متواطئة هل هي يعني جزء من فلسفتها برضو تفريغ العراق ولا هي ضعيفة ومنقسمة الحكومة هي اطراف عديدة نعم يعني الحكومة فيها اكراد وفيها الاحزاب الشيعية هي المتحكمة يعني مش حكومة وطنية يعني مش حكومة وحدة وطنية كاملة ولا حكومة طائفية انا اعتقد ان حكومة المحاصصة الطائفية وسيبقى ذلك حتى الان برغم كل ما يجري من صفقات انا اعتقد ان الوضع لن يتغير جذريا هذا رأيي وقد اكون مخطئا ويقال عني اني متشائم ولكن هذا رأيي الخاص انا بشكرك الاستاذ عزيز الحاج المفكر العراقي والسفير العراقي الاصبق لدى اليونسكو وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى في ظرف صحي افضل متشكر جدا يا استاذ عزيز عزيز لكو